بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة القاعدة والإستثناء واللعب على المشاعر إبراهيم أهلا بك يا رشماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 791 تحمل عنوانا واحدا وحية أهلي وأفراحه حمدل على السلامة الله يسلمك مبروك افتقدناك مبروك هيا قلت له ملت له بص عمالي مصصلي بسفريت روسيا ربنا طالك أو سيدنا وراح لوحده برضو احنا مش كوتين ألف ألف مبروك لا خلي استمتعت استمتعت لما الماتش انتهى لكن قبل الماتش احنا كنا التزام صارم جدا يا دوبا خرجنا مرة واحدة استجابة لدعوة كريمة هحكي له قصتها لكن يعني سر اختيار الكلمة أو للدخلة دي ان وانا بفكر كده اكتشفت ان القاعدة ان يفوز الاهلي والاستثناء ان يحدث غير هذا اما العبط واللعب بالمشاعر انك عايز تحول الاستثناء الى قاعدة والقاعدة الى استثناء مغازلة وعبة بمشاعر جماهيرك ده كلام مهم جدا هنيجي لتفاصيل كتير منه لكن الحقيقة كان ايه اليوم الحلو ده اه ايه الناس الحلو دي الاغنية دي كان لها كواليس في الاستاذ غناء الفنان احمد سعد مباسدية كواليس اه قبل المباراة قبل المباراة اه وبعدين في الهفتاين فجئت بيه طليع لي فوق اه وقال لي اه لسه اللاب تاني وبتاع ده بين الشوطين بقى اه بين الشوطين اه وبعدين قال لي ايه اصله امه ما كانوش عايزين اغني الاغنية دي قبل المتش الاغنية دي لها قصة فقالول يا جماعة كلمات من عدل القاعي عشان تشوفوا الصدفة الجميلة الطيبة يعني لي كلمات منها علشان وهي كمان ألحان احمد طريق يحيى هو ده المفارقة اه فهو ما قبل المتش اه قالوا ما عايز اغني اغنيت قالوا له بس ده تلحين ما يعرفوش انها منا اللي مقالفها اه فقالوا له بس تلحين اه احمد طريق احمد طريق يحيى واذا يعني النتيجة ما وفقتش الزمالك ممكن يزعج قال لهم طب ما هي كلمات مننا عدل القيعي اوه اوه حد ازعج احنا ما نعرفش قبل المتش مين اللي هيكسب احنا عايزين نقول كلمة بين الملحن والمؤلف وهو الحقيقة الرب اصيبوسها اصداد إبراهيم اه اليوم الحلو والناس الحلوة مش بس في المتش اه احنا عيشنا المعنى ده في الثلاث ايام اللي قبل المتش انا اخليك تحكي كل الكوانيس اللي حصلت استنى ولا احكي لا تحكي طيب ها احنا 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 الصفرة دي ما كانش تقليدية احنا روحنا عشان نكتشف احنا رايحين يعني يعني تاني يوم وصلنا كان الاحتفال بخمسين سنة على العلاقات المصرية الاماراتية العلاقات والروابط المصرية الاماراتية اللي هي تستحق الاحتفال من وجهة نظر رسمية رسمية ولكن تفاجأ انه ماش وجهة نظر رسمية دي وجهة نظر رسمية شعبية انت الشارع يحتفل بهذا اليوم باهتمام شديد جدا تلقينا مجموعة من الدعوات احتفالا بهذه المناسبة وعلى هامش الاحتفال بيها تكريم ادارة بعثة الاهل فتلقينا مثلا دعوة من نادي الاول الجمهورية مصر العربية هنا لا ده مش دي ده انا هحكي لك ايه دي بقى ولكن تلقينا هذه الدعوة الكريمة واكتشفنا يعني انا هقول لك عشان ما انساش ما ارتجلش اسماء من 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 زاكرتي احنا لقينا دعوة من الفريق روك المتقاعد سعيد محمد خلف الروميتي رئيس لجنة مجلس الطوية في العين فكان مجموعة عن طريق الصديق المشترك الدكتور علي الانصاري اللي هو يعني اماراتي بناكة مصرية يعني ايه وكان الحرص الراجل عزمنا ببيته في مزرعته فلما روحنا الحديث بدأ من الفريق رميتي لا يتحدث الا عن اهمية مصر والدور اللي عبيته وكيف انهم تلقوا دراستهم في مصر وكيف ان كل الحضور كانوا طلبة موجودين في في يتعلمون في مصر وازاي هم يقدروا مصر ويعرفوا حجمها وان هذا الحجم المصري يمثل ايه بالنسبة للخليج وللامارات تحديدا وكان يوم دافئ جدا 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 تلقينا طبعا مصدقنا حسام الشرقاوي جالي ومعا الدكتور يحيى المؤرخ العظيم يعني اللي زرنا ببيته واحتفى بنا احتفاء خاص في المرة اللي فاتت تواجهنا بقى المرة دي وكان يتمنى ان احنا برضو نروح نادي المصري او نادي جمهورية مصر اللي بيضم الجالية المصرية فقلنا له احنا 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 اعتذر عن قبول هذه الدعوات الكريمة كلها ولكنها قد بتعكس ايه ان الناس لا دا اليوم دا يمثل اليوم مهم جدا لانشارع الامارات والجالية المصرية وان العلاقات انا ما شفتش هدوء نفسي بهذا الذي رأيته وراحة نفسية لكل الجالية المصرية التي تعيش في الامارات فكان اليوم حل وقوي والعلاقات وناسها حل وقوي قبل ان تبدأ المباراة فجاءت الاغنية وكانها ترجمة للاحتفال بهذه المناسبة واليوم كمان في المدرجات استاذ ابراهيم انا عايز اقولك حاجة اكتست المدرجات المدرجات باللون الاحمر واللون الابيض ولكن كان هناك زمال كوية في مدرجات الائل وكان اهلوية كتر في مدرجات الزمالك وحتيجي لقطات بطول هذا الكلام واحنا خارجين واحنا داخلين الملعب يا جماعة موجود في وسط البلد فانت بتنزل الباركينج او في شوارع البلدة بتمشي لك حوالي مثلا تلتمئة ربعمية متر عشان تخش الأستاذ في وسط الناس فتجد زمالكو عايزين يتصوروا معاك وأهلوية طبعا عايزين يتصوروا مع البيع ساوى ورئاسة البيع ساوى ومجلس قدارة البيع ساوى واحنا خارجين بقينا شايلين الهام ده احنا واحنا كاسبانين واحنا خسرينين مش هنعرف نمشي في الشوارع وده اللي حصل ان احنا قطعنا المسافة تلتمئة متر دول يمكن في ساعة ربع ما كانش نقدر وشوفنا عائلات زمالكو عايزين صورنا معاها مفيش غضادة وناس ماشية لا مشكلة واحدة حصلت بس انت اتدبست وحضرت المباراة ما انا مقدرش ما احضرش بقى خلاص من واقع المسئولية حضرت التمرين كمان كمان وكان يوم جميل جدا ومنظم جدا ولم يعكروا إلا تصرف حدث كده في الآخر للأسف الشديد والتراشق المعتاد انك تستفز فالمدرجات تهتف هتفات انا مش معاها شخصيا لكن بحكمة نجوم الاهلي يعني احتاوا الموقف وحجزوا على كابتن شيكابالا انه ما يصلش لدكة الاحتياطي لان القول بقى ان علي معلول الراحل شيكابالا علي معلول الراحل جمهور جمهورك هو ده في نص ملعبك هو الدكة كابتن شيكابالا هو في أمام دكة الاهلي وأمام جمهور الاهلي مش في نص الملعب التاني وحدث الشرارة اللي بسرعة الحالية تلمت وما كان ينبغي ان تحدث لكن اليوم بخلاف هذا كان يوم رائع جدا جدا وكولي بفوز الاهلي ليترجم ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي ويثبت الاهلي رغم كل الظروف ومع كل التحديات ومع اهمية المباراة والحدث انا الاهلي الحقيقة السيد إبراهيم يعني يمكن الذي يقوحى لها بان انا اقول الكلمتين في المقدمة القاعدة والاستثناء واللعب على المشاعر مسألة غريبة جدا فجأة الناس تطلع هو ايه الاحتفال المبالغ فيه ايه الاحتفال المبالغ فيه هو الاهلي مش مصدق انه كسب هو ايه اللي مش مصدق انه كسب هو الاهلي بيلعب ليه البطولة دي وانا الدوري والكاس هو ايه الاهلي بيلعب ليه هو كل مرة عايزين تقليف يعني افلطة المعيير تبقى للمنطق اللي انت عايزين ترويجه له يا جماعة يعني احتفال ايه الناس بتحتفل في الفندق بتاعها فين المبالغة لا اللعبة خرجت ولا شاب ولا المبالغة لو كنت قسقت الغيري زي ما بيحدث اه لكن مفيش كلمة موسيقى ما حصلش ده احترام هائل للمنافس احكيلي بقى لما الجن ده جي انت عملت ايه انا مع الجن الاولاني انت كنت قعد جنب مين اللي هو في المقصورة ركبت انا برجيلا جميل اه حظر حلو كنت قعد جنبه في الصالون وفجئت ان انا قعدت جنبه في المقصورة وطوله والله لا 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 او رجل راكز اوي وهادي اوي اه وانا حاولت ان انا ما يعني احتراما لي ان انا ما 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 طب ايه يعني حتى ما حتفلتش بجن لا لا خالص ما قمتش خفت خفت الجن اولاني دايما نخوفني اذا ما تغطاش ما بقى خايف لانه بيديك بيديك الاحساس انك الله وانا وانا الجن البدري ده حيام يعني انت عايز تقولني سوف يحط الكورة زي كده ما قمتش ولا سقفت ولا هللت ولا عملت زي كده بجنب الكابتن ابورجيلا حتى الجن التاني بقى اللي احتفلت بيه لانه كان خلاص الليلة خلصت اعملت كده يعني بس اه يعني شدت على اذري نفسي باداية كده ما قمتش يعني من مكاني اه الجن حلو اوي الجن حلو اوي الجن التاني ده اه وطاهر انا بعتبره نجم المباراة الحقيقة يعني وجند الترئيصة بتاعت طاهر هي لوحدها جون اه اسعدني طبعا في جون الاولاني ان برونو كان يتعرض لحملة تفطيص هو ده اني بيخليك تفرح ايه او بيخليك يعني انك ليه بتعمله كده محدش بيتكلم على صفقات حد حدش بقيم حد انما مركزين او على صفقات الاهلي تأتي صفقات الاهلي هي اللي تعقق لك اه السيطرة والفوز اه ففرحت لبرونو عشان يعني انها سيسكوت شوية تهدى شوية هو المباراة كانت بدأها الاهلي بتحفظ فبدأ ان الزمالك في اول عشر دقايق افضل نسبيا ايه لان ضعت اول فرصة اه من طاهر من جملة ملعوبة حلو جدا اه بدأها عبدالقادر اه ده كده وصول البعثة بالكاس يا جماعة الاستاذ مختار الترشتان يوم الصبح على طول مفيش انتظار وجاي يتمرن على طول انا هكلمك على الخواجة يا مارس الكولر لان انت اكيد رصدت انتبعات كتيرة من مهمة عنها اه طبعا طبعا بس بصوا اسمت الكورة العمال والموظفين بتوع قطاع الكورة هتاف للعيبة والجهاز ايه انت بعضتك الاولى عن كولر بحث شوف كولر انت ترا هذا الرجل ذو الوجه الطيب المبتسم الذي يشاع طاقة اجابية ايه هو ذلك المتمالك لنفسه في المؤتمرات الصحفية الهادئ جدا ايه الذي تراه سميته انا يعني اللي بيسموه القتل الصامت اه ايه لا يتحدث ولكن يتخذ القرارات الحاسمة بمنتهى الصمت والهدوء الفندق يا أستاذ ابراهيم وذلك انت تعنيه زعلت مني ان انا ما عملتش في المداخلة والكميس انا فارس انا معارف الجو عامل ازاي لان احنا لما رأينا الفرقة بهذا التحفظ بنشوفهم احنا بقى كإدارة سيبك من الدكتور شوقي ورئيس البعث اه ونائب رئيس النادي العمري فرق الوزير العمري فرق اه كان الدكتور شوقي بيقف قدام الاسنسير وهما نازلين وهما خارجين من المطعم غير مسموع من التصوير والاقتراب بينهم باي شكل اللي يعني اكترها من بعيد كده واحنا احترمنا هاسا سيد عبد الحريس كان بيقبل لك هاي من بعيد من بعيد هوا كولر بقى ايه اول يوم اتسموا داخل الفندق وسلم علينا واقتى الينا وسلم علينا ولم يأتي الينا الا بعد ما فالس اه وهو نازل اه ما بقولش انه قافل ولكن مفيش بقى يعني جاد جاد جدا فيه تعبير جاد على وشه تماما الجدية تظهر على وجهه اه لم نرى ابتسمته التقليدية الى بعد المباراة اه هاي الجو اشعرني بالتركيز الجامد جدا اه من الفريق لدرجة ان الكابتن سيد انه عيد ميلاد يوم سبع عشرين جارة العادة ان الناس بيتحتافل رفض ان يحتافل اه اجل بنحتفالها فكابتن سيد يوم سبع عشرين كابتن خطيب يوم ثلاثين فوز الاهلي يوم ثمانية وعشرين عيد العلاقات او مناسبة الاحتفال بمناسبة العلاقات المصرية الاميراطية يعني زخم من اسباب الفرحة فوز الاهلي يغلف ده كل ده ان تأتي الفرحة مش اليوم بقى ايه الايام الحلوة دي وايه الناس الحلوة دي كله عامل دوره كله مدرك مسؤوليته وجماهرنا كانت جميلة بحضورها جميلة بتشجحها جميلة حتى بعد المباراة ما شفتش وهم ماشيين كتفي في كتفي مع جمهور الزمالك اي نوع من التعدي على مشاعر الاخر لا يساء الطرف للطرف ولا حاجة ماشي انك ببعض في يدوق شديد جدا حاجة مش هدنا تمنى ان نراه والله العظيم لو مشت الامور كده لا الجماهير تقعد مع بعضها تندمج مع بعضها تاني بس يمكن دي الجالية المصرية للعايشين برا فالحد كبير الناس يعني مراعي الانضباط والسلوط هم محدش بيتك على مشاعرها ما اللي هنا هم ضحية ضحية العبس بمشاعرهم سواء من لعيبة أصبع السخافة روح غازل الجماهير ومالكش دعوة بأدائك اعمل تويتها الناس اللي حباها ومالكش دعوة بعطائك وشوفنا تجار الكراهية الكلمة دي جات من اين يا أستاذ براي تجارة الكراهية ان اصبح في ناس اكل عيشها انها تشم المنافس وتتاجر بازهار اتمنى الاهل يخسر اتمنى مش عارف ايه وهي عدوة قد يحدث يقولك ما انت كمان عندك حد يقول كده ما هي عدوة انا بقولش يعني اذا كان هنا اذا كان هنا لا ينبغي ان يحدث هذا خصوصا من لعيبة ورموز اعلامية ده كان الفوز المئوي للاهل على الزمالك الفوز في المباراة رقم 100 للاهل على الزمالك في كل البطولات عشان كده الصفحة الرسمية للنادي رسميا دلوقتي ودي تقودنا بتشير بالتهنية الجماهير الاهل عن هذه المناسبة الفوز رقم 100 للاهل على الزمالك جي في يوم مرور الجمعة رقم 100 على القضية ممكن واستعادة بطولك انت هتعد تضفارها لا بكلمك عالمية حلو حلو تحدثنا قبل هذا عن القضية المرزبة والشكوش طيب دي كانت القضية ممكن دي المرزبة والشكوش لا الموعيد الكبرى الموعيد الكبرى انت بترد وتسيب كل العبس الناس تشكك فيك ولا جن ثافي وده شكوش وجن ما هي عايش تعتبرها زي ما تعتبرها لكن انا انا ضد التحفيل لكن انا بتكلم على ايه لكن ما عايش شكوش ما انا مع ايه بقول ايه لا مع المرزبة ان انا ما بيش مرزبة بغير شكوش ما هو انت تقعد تقعد تتنقر لي وانا اجي في الموعيد الكبرى ارد هو ده ده المعنى هو ده المعنى انك انت مش هتنشغل بقى مع كل كلمة لكن بترد بطريقة معينة ايه استاذ ابراهيم يعني اللي ده يقول يعني انت متخيل ان مدير فني اجنابي يطلع يقولك هو انا بلعب ليه السوبرداد ده انا بلعب نفسي يبقى انا كسبت نفسي هل ده منطق انت متخيل انك انت انت يحدось هذا مرة وانت بتكرارك اربع خمس مرات وماحدش بيتكلم فى الافستوديوهات ان تشرحوا للناس اذا ما الاهلي لما لاعب اين كان بطل دوري وكاس لما لاعب الكثة كان بطل دوري وكاس لما لاعب الاسماعيلي كان بطل دوري وكاس لو انت لا اخترت طيلعف افريقيا كنت بطل الدوري وكاس واخترت تلعب الكاس عشان تحتفظ بالكاس لقابت وسبت غيرك يخش مكانك عشان يعني ينعم بانه يشارك في هذه الامور محدش بيفصل انما يسيبوا الناس تاخد الجماهير فيه سياق خصوصا ولادنا الجداد اللي مش عارفين التواريخ انت عندك عندك احصائيات لهذا الكلام عندنا احصائيات كتير فيها الحياة الشنوي احسن لاعب في افريقيا الموسم اللي فات محمد الشنوي احسن لاعب مش احسن حارس في افريقيا كان كتب تويتع على التهنئة مبروك على الاهل وجمهوره العظيم بطولة كاس السوبر شكرا للعيبة وادارة النادي وعقبال بطولات جاية كتير جاء الوقت عشان احتفل بلقب احسن كنت مأجل الاحتفال بيه وهو احسن لاعب في افريقيا يا رب دايما في احتفالات يا اهلوية يعني الشنوي عايز يقول انا اجلت الاحتفال بلقب احسن لاعب في افريقيا للحظة المناسبة والتتويج السوبر ده هو اللحظة المناسبة التتويج السوبر لحظة المناسبة والعودة السريعة الهائلة لمستواه رقم واحد في افريقيا الفطرة اللي فاتت دي ده الشنوي اللي هو احسن لاعب في افريقيا فهو تأجيله الاحتفال كانت تأجيلا زكيا هو يستحق الان ان احتفل به وانت احتفل به افريقيا كلها طيب المهندس عادلي اشار لكلام جزفالدو فريرا في جزئية هو انا بطل دوري وكاس انا هنا ليه انا بلعب المفروض العب مع نفسي وكلام الحياة كان كلام وقبل كده انا بطل دوري وكاس انا متصنف ليه كده يعني اللي بيمليه بيمليه غلط طيب بص للي بيمليه بقى الكلام مش للراجل الكلام ليه اللي بيملوه لان الناس استغربت او استكترت وضخمت قوي انه الزبالك بيلعب بطولة السوبر وهو بطل الدوري وكاس وكأنه ده حدث فريد وكأن الناس ما تعرفش ان بطولة السوبر ده هي بطولة حديثة يعني ما هيش قديمة عشان الناس تلحق تنسي ده البطولة رقم 19 الاهل يا جماعة شارك 3 مرات في مباراة السوبر بالضبط الزبالك لعب 3 مرات بطولة السوبر وهو لا بطل لا دوري ولا كاس الاهل شارك 16 مرة في كاس السوبر شارك بطلا للدوري والكاس 4 مرات يعني فيه 4 مرات اللي الزمالك عملها الاهل كان عملها 4 مرات بيلعب مطش السوبر وهو بطل دوري وكاس الزمالك ما عملهاش 4 مرات الاهل عملها 4 مرات والزمالك شارك 3 مرات وهو مش بطل حاجة يعني 7 مرات هاي خلينا أقولك بالنسبة للاهل الوحده الاهل يشارك في السوبر 16 مرة مبدئيا اللقب اللي حقاقه ده كان لقب رقم 12 3 أضعاف الزمالك ودي النسبة المسموح بها محليا اه دي النسبة المسموح بها محليا يعني الدوري 3 أضعاف الاهلي 3 أمثال الزمالك 42 لـ 14 كاس السوبر 12 لـ 4 فكان اللقب السوبر للاهل رقم 14 رقم 12 من 16 مشاركة في السوبر شارك الاهلي فيهم سد أربع مرات وهو بطل للدوري والكاس يعني الكاس أو الحالة اللي كان فيها الزمالك الاهلي كان فيها أربع مرات قبل كده بطل للدوري 13 مرة بطلاً للكاس مرة واحدة شارك مرتين بدون بطولة يعني الاهلي مرتين اتنين فقط لعب ماتش السوبر وما هواش بطل لا دوري ولا كاس اللي خدهم الزمالك كانوا أخذ الزمالك الدوري فيهم مرتين الآلي شارك عشر مرات الزمالك شارك في الصوبر عشر مرات مرتين بطل للدوري والكاس مرتين كانوا أخذ الدوري والكاس خمس مرات كانوا أخذ الدوري فقط مرتين كان بطل للكاس ولعب تلات مرات مطش الصوبر وهو لا بطل لدوري ولا كاس تلات مرات الزمالك بس حد يشرح الأوضاع دي عشان لا استفهم توج فيهم بأربع مرات للصوبر والآلي توج باثناشر مرة للصوبر حرص الحدود عنده لقب في الصوبر المقاولين عنده مرة وطلاع الجيش عنده لقب ده كشف حساب السوبر اللي الحقيقة الصحافة المصرية اهتمت بهذا التتويج السوبر كانت المسألة لها مردود كبير ربما لأنه وجود الأهل والزمالك مع بعض مباراة لها طبيعة جماهيرية عالية جدا جاية في توقيت كمان احتفاء الإمارات ومصر بالخمسين سنة على العلاقات بين الدولتين التوقيت اللي جاية فيه بداية موسم وفيه ترقب شديد جدا والزمالك واخ الدوري وكاس فبالتالي والأهل عايز يرجع بقوة المباراة كتابة لها باشموندس كل أسباب القوة والترقب وكل أسباب الاحتفال كلمة الترقب دي توضح لك هو أنا في رئيتي سنة دي عاملة ازاي فانت لما بدأت المشوار الافريقي قدت نفس حلو ولما شفت أداء المدرب واسلوبه وكلامه في المؤتمرات والصمت هذا القاتل الصامت المتجسم القاتل فإدالك نفس ثاني حلو كله كانوا يقول لك اصلي دي مش اختبارات الاختبار الحقيقي الاتحاد المنستيري دا مش اختبار اللي عمل لهذه المباراة انه هي اختبار حقيقي يبنى عليه على نتائجه الاعلام وتصدر لسوشال ميديا وتعمق في جماهير الناديين لدرجة ان الاول مرة لعيبة ونقاد يخرجوا عن تحافظاتهم ويرهنوا هذا الرهان الاحادي ايه زمالي سيلتهم الاهل لبصوا على الاداء من بداية الموسم ولا بصوا على ماذا يحدث للاهل ان ظروفه اختلفت عن نهايته في نهاية الموسم وان ده بدأ بدأ بتاع والاهل يتعرض كمان مش بس كده هو ما عملش اللي تعالى صفقات ليه الصفقات ما هيش مسابقة طب هو صفقات دي كمان هتنفع ولا مش هتنفع معين بقى بمعيار الصفقات التي حصل عليها المنافس ما المنافس حصل على لعيبة صغيرة في السن الاهل حصل على لعيبة صغيرة في السن لكن لما تنظر الى المنتخب الناشئين سابعة من نادي الاهل لما تنظر الى منتخب الالومبي ثلاثة ثمانية دلوقت ثمانية من نادي الاهلي طيب عايزين ايه يعني عايزين لقولكو يعني فيه احسن من كده يعني انت بتراهن على المستقبل وبتراهن برضو على الصعوبات اللي انت شايف انها قد تحدث في المستقبل انك انت كل ما تيجي تاخد العيم دلوقتي المغالاة الشديدة جدا لو انتظرت وانتحول الى نجم خارج النادي الاهلي خدوا وعيروا ويبقى نجم وانت لك الحق عليه الحقيقة في في الحديث حتى على النجم هي مباراة اسقطت الكثير من الاشاعات اللي سبقتها كان فيه صور نمطية كتير البعض حاول تصدرها وتثبيتها وترسيخها منها مثلا ما قولت ان جوزفالدو فريرا ده البروفيسير اللي بتاع المواعيد الكبيرة ده اللي ما بيخرش المياه ده البروف شفته تفوق مرسو الكولر عامل ازاي ناس كتيرها اتهمت صفقات الاهلي الاهلي ما جابش صفقات الزمالك جاب صفقات الاهلي لعبت ومعرفش ايه طلع الراجل نفسه مرسو الكولر كذب كل ده الناس كان بتتهم ان الادارة كانت بخيلة في الصرف على الفريق ومجابتش طلع الراجل قال انا اللي طلبت وحتى الناس اللي قالت الصفقة البرازيلية فشلت عشان اتصربت وعشان مش عارف نادي مصر دخل غالة والاهلي مرضيش يكمل عشان مش عايز يدفع فلوس الراجل طلع كذب كل الكلام ده وقال لك انا اللي طلبت وقلت نستنى انا مش مضغوط اتفرج براحتي واختار براحتي على الفترة الجاية لما قيم الامور عشان هو هو يتنظره اذا كنا هنروح للميزانيات دي هل ده افضل اختيار ولا فيه ممكن نجيب حد تاني في مكان تاني انا محتاج له اكتر او اختيار اعلى وقد يرجع على هذا الاختيار يعني عايز اقولك الراجل عاقل جدا لكن الناس الآن وانا مع يعني مع تقدير هذا القلق واسبابه يعني مش بعتابهم ليه القلقانين وتضغطوا على الاهل كده لكن ارجو يعني ان ده يكون برضو ما حدث احد اسباب الثقة اكتر في الادارة وانها والله يبتحاول انها تمشي بتأخذ بالاسباب الموضوعية والعلمية دون ان تنزلق ان انا حفل كادارة على الادارة الاخرى ما هو ما هو فيه ادارات دلوقتي التحفيل مش بس على الشوش ال ميدي ما فيه ادارات متحفل على بعضها فاحنا مش حان ما بننزلقش للحطة دي وارجو الله ننزلق يوما الى هذا الامر هنتحمل ومش انا انا بتكلم على الادارة ومصدروني نشرح كل حاجة بتتقال وإلا يبقى انت كتاب مقروق جدا يا جماعة احيانا الصمت هو اللي بنجح صحيح مش احيانا ده عادة صحيح لانك ما تتطوعش دي معلومات للمنافسة بس باختصار الحمد لله النتيجة التي تحققت يبنى عليها يبنى عليها انا بس ايه عايز انبه واعتقد ان دي مش فايتة على المدارب وجهازه الفني وجهازه واللعيبة اللي مؤكد خادت تروس من الماضي ان اول مباراة بعد انتصار على هذا المستوى بخاف منه يعني ماتش الدخلية جماعة فكروا بجدية جدا جدا هنرجع مؤكد للتفاصيل عن مباراة الدخلية والاستعداد لها ولما نيجي نتكلم عن اللعيبة عند كلمتين لان فيه ناس عايزة تاخد حقها حاضر لكن بحجم الترقب وبحجم كل الاهمية اللي سبقت هذه المباراة نشوف المردود الصحفي والاعلامي في مصر والدول العربية عن مباراة السوبر هنشوف هذا التقرير الصوتي ومنه الى فاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي وراه وجواه رموز بتحبه وبتعشقه وبتخلص له وبتتفانى في حبه وخدمته ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي صفة إنكار الزات وصفة تقديم النادي على كل المصالح وفكرة تعظيم قيمة الأهلي على أي اعتبار ووضع مصلحة الأهلي فوق الجميع من أبنائه ما تخافش على الأهلي أفراح الأهلي متواصلة والحياة يعني جاية مع بعضها في الوقت اللي الأهلي بيحتفل به بالصوبر الأفريقي في الوقت اللي الأهلي بيحتفل فيه بتتشين مرحلة جديدة لفريق جديد وده النقطة المهمة جدا اللي بتعكس حجم الاهتمام والزخم الكبير اللي حوالين هذه المباراة بيتوكب احتفال الكابتن محمود الخطيب برمز النادي ورئيسه بعيد ميلاده الكل بيحتفل بعيد الكابتن محمود الخطيب واللي تواكب أيضا مع عيد ميلاد الكابتن ساد عب حفيز قبلها بيوم واللي جاي الحياة في خطار كتير من عظماء الكرة موليد أكتوبر وده يمكن يعكس ده شهر خصب كراويا ولا إيه خصب كراويا وأنا عايز أدي أقول لك حاجة يعني إحنا كنا عايشين باستمرار على علاقة الكابتن صالح مع اللعيبة المنافسين أي وزي هم كانوا يكونوا له كله احترام اتصل بي قبل الصفر وأثناء الصفر الكابتن مصطفى رياض وكان يعني شديد الحرص على أن والنبياء كابتن عدلي أنا أنا مش عارف أتصل بالكابتن لقد تكلموش إنقلوا يعني سؤالي عنه وكلمني ثلاث مرات ويعني أنا من هنا أنقل للكابتن الخطيب مرة منهم عشان يقول لي كل سنوى طيب ومرتين عشان يطمئن على صحته صحته ودي بتاع كابتن مصطفى رياض كابتن خطيب رحى باريس على طول من دبي آآ آآ ما هو هو كان هاي دي خطته يعني ربنا يرجع مطمئنن بإذن الله بإذن الله لكن هو كابتن مصطفى رياض مع صروش أي هو شافه شافه خطيب ملعبش مع مصطفى رياض ولما حدث عن مصطفى رياض لأ أسطورة الكرة في الشواجيش ده هداف الدورات الأولمبية عبر تاريخ صحيح جاي بستة أهداف في دور التوكيو أي واخد بالك لما كسبنا كوريا عشرة آآ وطلعنا رابع آآ الدورة الأولمبية آآ فآ أنا حبيت أني أنقل الرسالة على الهواء عشان أطام من الكابتن مصطفى أني وصلتها الحقيقة كابتن خطيب في عيد ميلاده بنقوله كل سنة أنت طيبة كابتن ومرحلة العلاقة بين الكابتن محمود الخطيب والكرة انتهت مع اعتزاله اللعب في ديسمبر 88 بعد مسيرة حافلة بالعطاء والفن لأهداف الحياة اللي فعلا كتير منها ما يسجلهش إلا لعب بموهبة كابتن محمود الخطيب لكن على الصعيد الإداري لأن هي دي النقطة لدلوقتي اللي شغالة الخطيب مستورة في الكرة بس الخطيب مش عارف تفرجوا على حجم الإنجازات اللي بتحصل في الإدارة تفرجوا على حجم القفزات الكبيرة في النادي الأهلي رياضيا وإنشائيا واقتصاديا شوفوا رعاية النادي تعظمت كم مرة شوفوا الانضباط الإداري والمالي في النادي الآلي اللي أشاد به أو سجل الشهادة شوفوا اللامس اللي بالهدي دي نائب العام نفسه هو بيجري أهداف محمود الخطيب الإدارية مش أقل من روعة هذه الأهداف الفنية اللي انتوا شايفينها في الملاعب علاقة الكابتن الخطيب بالجماهير علاقة يعني وصفها كابتن ميمي الشربين ربنا يشفيه ويعافيه بأنه أشهر مشاهير الكرة المصرية في تاريخها لكن على الصعيد الإداري حتى في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب عنده رقم مميز جدا أنه عمره معارض نفسه على الجمعية العمومية للنادي الأهلي إلا ونجح بقى على الأصوات من أول انتخابات 88 لغاية انتخابات 2021 سبع انتخابات خاضها الكابتن محمود الخطيب في توسيق صلة بالجمعية العمومية للنادي الأهلي اخترته رقم واحد في أعلى الأصوات على كل المناصب كمان هو يمكن بيجمع مع الكابتن حسن حمدي أنهما الوحيدين في تاريخ النادي اللي شغلوا كل مقاعد مجلس الإدارة عضو أمين صندوق ونائب رئيس ورئيس يعني الكابتن صالح كان مرة عض ثم رئيس نادي ما مرش لا أمانت الصندوق ولا بالوكيل لكن رؤساء النادي فقط اللي شغلوا كل المقاعد في المجلس كان الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وزاد الخطيب أنه طلع الأول في كل انتخابات خاضها ده بيعكس حجم الثقة بينه وبين الجمعية العمومية نفس الثقة اللي بينه وبين جماهير اللي ربعته دايما على أعنقها بيعكس كمان أستاذ إبراهيم حجم الخبرات اللي تكرست عنده من ممارسيته لكل هذه المناصب يعني كل منصب له أعبائه ومسؤولياته وهو كان حط عليه عدوى بلجنة الكورة عدوى دائما وفاعلا فمسألة سخافة نحن نقش جدارته الإدارية يعني عيب عيب يعني ده لا شوف بقى الخبز يعني هو بعد ما يقولك ده لا ما هو أسطورة في الكورة أسطورة في الكورة بس الإدارة دلوقتي بدأ يضرب مين قال إن هو أسطورة الكورة لا ده في أساطير تاني وكأن الأسطورة لقب واحد لا بعدين يضربوا بأساطير لم تحقق أي شيء يعني يعني لمجرد إنك أنت تحط شعبية قدام شعبية يعني اللي أنا عايز أقوله هو ما كل واحد يفرح بأسطورته صحيح لكن ليه المقارنة أصل المقارنة دي مش إحنا اللي بنعملها دي حاجة موجودة خلاص مترسخة في الشارع هي دي القيمة على فكرة القيمة مش مصرية بس حتى عربيا وخارجيا بعض نجوم الكرة العربية والأفريقية سجلوا كلمات تهنئة لكابتن محمود الخطيب في عيد ميلاده سلامي أخطيب للناس 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 لنا مصرورون مشاعر هادئة مع معمود الخطيب يا قرار يا قرار شوال عظيم شوال عظيم مش خطيب الخير صديقي محمود إن شاء الله انت بخير عيد سعيد وأعوبر مديد أنت من لك إن شاء الله كل التوفيق والخير إن شاء الله أنت أسطورة وتبقى دائما أسطورة وكل عام وأنت بأس في خير سنة حلوة يا حريف لتعني بلشنا المغربية يا كويري إن شاء الله مئة سنة من الأناقة والإحترام كانت سيدة الشاشة العربية المرحومة فاتن حمامة تناديني بعزيز العزيز وهي ألقاب أفتخر بها طبعا وأنا أناديك دائما بالخطيب العزيز بالنسبة إلي كنت وما زلت وستظل ما بين اللاعبين القلائل الذين أفتخر بهم أو أفتخر بصداقتهم لأنك النموذج والقدوة لكل الشباب العربي مرة أخرى نقول لك عيد من السعيد لكل عام وأنت الخير سيئسة أفتخر بها أفتخر بها أفتخر بها بها سيئسة متحدر رائس السلام نحن تشترككم بك و نشترككم سيدنا بك تشترككم بشكل كم سأشعركم شخص رائعناك شخص رائعناك مجرد أمامه كانت أمامه أنه ليس لك أنت شخص و أرغبتك في كل جديد ونهى تراهيكم نحن بالتعامل من المترجم من المترجم من المترجمات عندما تأتي الإشادة بالخطيب كأسطورة من الأساطير يعني ربح متجر ده يعتبر أسطورة الأساطير ماشي في الجزائد ده كان على مستوى أفريقيا وقتها وكان محترفاً وبيلعب في بطولات أوروبا وحاجة يعني كان عامل دوي جامد جداً العزيز عزيز بودربالة حبيبنا وهو أنا شخصياً نجم المفضل في الكرة المغربية صحيح ما فيش أجمل من كده أداء مصطفى حجي واحد من الناس المغربة الجمال أسطورة الاتنين دول أساطير صحيح مع عامل تايمومي ثلاثة دول يتحطوا في حتة الوحديهم أنتوان بيل واحد كان يصنف من أحسن حراس العالم بعد أن يكونوا أو معاهة وكان بيلعب أنتوان بيلده كان بيلعب في المقولين العرب ولما سافر بره ولعب عمل كمان هو كان يعني كان حارس مبدع شفناه يعني شخصية رائعة جداً حتى مستر كارتيرون الذي يعني في يعني قد يكون خرج بتجربة مش أسعد حاجة يعني ماشي في نص المشوار ولقى ضلته في الزمالك ولكن عندما يتحدث شوف بيقولك إيه ساعدته وفخور إن أنا اشتغلت تحت قيادته كان فطرة سعيدة جداً نرجو أن تتكرر الكلام ده لا يأتي من فراغ هو مبني على إيه ما هدي علاقات يا أستاذ إبريم بتعكس قيمة فنية وقيمة إنسانية قيمة شخصية وهم النجوم الكبار كده ما تلاقيش حد فيهم من نفس ولا كلهم ثقة في نفسهم وفي نفس الوقت يدولك طاقة إيجابية كل واحد يتحدث بيعكس احتراموا نفسه فيسقطوا على الآخر ده اللي أنا بيقول لا يمكن فقد الشيء لا يعطيه عندما أتحدث تتحدث عني باحترام لأنك أنت محترم وخد بالك والعكس أتحدث عنك باحترام لإني أشعر أنه لا يليق أن أذكرك إلا بالحقيقة هو تعبير كل إناء بما فيه ينضحه فعلاً أي إناء لو جواه حاجة كويس هتنضح حاجة كويس لو جواه ميا ما هيش أو سائل ما هوش تضيف هينضح ما هو غيره ونحن نتحدث بهذا الإسهاب بين أنه ناس بتقوله كل سنة وتطيب وتتذكروا في لحظة حيكون سعيد أنه يسمع هذه الكلمات الرأي الفني بقى عن واحد من النجوم اللي عصروه الكابتن جمال جودة وجمال جودة واحد من أبناء النادي الآلي لما المسألة زادت عن العدد قوي انتقل للمصري والناس اللي بتتكلم على الأهل والبرسعيد والأهل وخط القناة أعتقد ما فيش نجم قد للمصري نجاحات يمكن زي الكاستن مصعد نور وربما أكتر جمال جودة جمال جودة ابن الأهل ونجم المصري لسنوات طويلة في قصة عنه هيحكها للمونة سعادة لبعد ما نسمع جمال جودة عن الكابتن الخطيب فعيد مرادة الكابتن محمود الخطيب لو هتوصفه كلاعب لو هتوصفه كزميل ملاعب هتقولي عنه كلاعب أحرف لاعب شفته على مستوى مصر كلها إمكانيات رهيبة في التحكم والسيطرة على الكرة بجميع أجزاء جسمه يعني ممكن لو بكتفه ممكن يوقف الكرة بكتفه أحسن مهارات شفتها في حياتي في حياتي أفضل مهارات على مستوى مصر كلها من أول أنا ما عرفت الكرة لحد يومنا لحد يومنا هزم أنا كنت بروح أتفرج عليه وإحنا في النادي الأهلي هو بيلعب 21 سنة وروح أتفرج عليه يعني آخر ماتشة فرجت عليه كانت الترسلت لو أقولك مثلا كرة جياله بالعرض خد على صدره الجوم طلع عشان ياخدها عدت خد على صدره بقى هو والجوم خلاص يحط بقى الكور لا 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 راح معاقوش اثنين ثلاثة راحوا مترقصين وراح معادي من واحد ووقف على خط المرمى وراح أتفر بقعبه كده رهيب مين لاعب عصرته بعدها كم مشاهد بعد الاعتزال حاست انه في من الخطيب او الله بكرتني بالخطيب الخطيب لا يقارن بالمهارات الفردية اللي كانت موجودة عنده مش موجودة محدش يعني مفيش لعب في مصر زي الكابتن المحمول لو كان هديكوتي سابه يعمل اللي هو في تناغه كان عمل بلاوي كان بيمنعه يعني جاب كده الزرار بقى ايه يزبط فيه حاجات يا كابتن المحمود اقول لك كان ممكن رأس الاثناشة بالحكم بكله يعني والله يعني دايما الواحد ما بيسمع الكلام اللي زي ده طبعا ده في مناسبة تعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب كل سنة هو طيب يا كابتن محمود ولكن لما بالواحد بيسمع وربنا يدي لك الصح يا رب يا رب بيسمع الكلام ده بابا بيقول لي نفس الكلام ده كأن بابا اللي عاده قدام ما يعني بيقول لك فأنا بعض اقول انا ما شوف فيديوهاته بس بعض اقول ياريت نلحقته كابتن جمال جودة واحد من اهم الهدفين باعتبر من اهم الهدفين في تاريخ مصر اي وقصته مع الاهلي قصة يعني على المستوى الشخصي مزعلتش على لعيب قد مزعلت على خروج مصفى جمال جودة من النادي الاهلي جمال جودة هو الوحيد الوحيد جهه النادي الاهلي ازاي الكابتن الصالح طلب منه ان يحضر نهائي عشان دورة مراكز الشباب والكأس مقدمة الدورة مسمى باسم الكابتن الصالح هنا في فين بابا فين بابا نحن في السبعينات بداية السبعينات وكان هو ابتدى يبقى مشرت عبكورة وكده فالكابتن الصالح راح يتورج فرجع وقال انا شفت لعيب وطلبت ان يجي النادي الاهلي وجاء النادي الاهلي نشئا يعني جمال جودة اللعب الوحيد اللي اختاروا صالح سليم ايوه اختاروا من اختاروا كده اختاروا شافوا بشكل مباشر اه وجمال جودة لما جه رغم انه ملعبش على طول وكان صغير وبيطلع يلعب في السنين دايما هو هداف المسابقات جات مرحلة بقى انه تصعب للفريق الاول كان هيدوكوتي ابتدى يعني بتتبين الفرقة بقى اللي هي ايه العظيمة ايه فطبعا ما عرفش فيه اتنين كان حاطط يعني مش شاطب عليه بوشاية للأسف الشديد بوشاية اه بوشاية عند هيدوكوتي عند هيدوكوتي اه جمال جودة منهم جمال وخالد جدال وخالد جدال اه دول فاكرين نفسهم الدزوي ورفعة الفناجيل اه تحدى ايه له كده اه ودول لو طلعوا هيطلعوا بقى ايه متنكين لدرجة احنا سافرنا المجر مع هيدوكوتي عشان نعمل معسكر ونلعب طالة مطشات ودية كان هيدوكوتي مايلعبوش غير اخر اخر تلت ساعة متعدلين يكسبك مغلوبين يديك التعادل تلت مطشات بتلت جوان فقلت خلاص يعني هيرجع من هناك مغاية الرأيه بقى هيرجع ففجأت ان نرجعنا من هناك وتم الاستغناء عنه كان فيه فكرة وقتها التقارب مع المصري وكان من المتفق مع مرحوم سيد متولي ان هو وانا المصري والاهلي اذا كان الاسماعيلي والزمالك على هذا التقارب والاهلي والمصري وبدأ يعمل مبادرات بس هو كان بزكي لان هو مبادرات كان حيستفيد منها اكتر وفجأت انه طلب كابتن جمال جودة فكابتن حسن لما سأل يدوك ويتي قال له كابتن حسن حان ها وراح لمصري فانا اقتلها كابتن وخلت جدالة قعد خلت ما قعد محدش يعني 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 ده الطلب في المصري ايه اخذ بالك في لحظة تقارب خلت ما تحركش في لحظة تقارب انا يعني بقول لك الزرف الخاص به وكان هو لعب معنا المطش اللي كان بيحسم الدوري وحتى جاب جن وتلغى لو الجن ده حسب كان الاهل يخذ الدوري بتاع الاهل والزمالك والاسماعيل والاهل والمحل جاب جن من برة 18 شوطة الحكم لغاه حاجة غريبة جدا يعني فجمال جودة كان مويزا جدا وكان بتعم خاص واعتقد انه تقلقه لم يعني لم يفاجئني بس التقلق رحوه جمال الجندي لو انا افتك رحوه كابتن جمال الجندي رحمة الله عليه كان جمال الجندي ده واحد من أسرع اللعبها في الوينجر رايت بس ما كانش عنده المهارات جمال جودة مهارات في السندوق يا ايه ده لا مهارات عجيبة جدا ورؤية عجيبة جدا كهداف يعني فالحقيقة وعشان كده بورسعيد عشاقته وهو بيقول لك أنا حبيت بورسعيد بقى وعني كنت اتمنى طبعا في يوم ان ما ارجع للآلي لكن اللي عوضني عنها اللي لقيته من من احترام وحفاها بورسعيد بيقول ان الحد النهاردة بيتي موجود في بورسعيد وبعتبرها يعني فالكابتن جمال جودة اللعب كنت اتمنى ان يستمر في الآلي ولكن يعني ربنا برضو كرمه لما خرج حق مشوار رائع جدا مع النادي المصري طيب ده جمال جودة كلامه عن الكابتن محمود الخطيب اللي عصر وكلاعد علي معلول اللي عصر الكابتن الخطيب رئيس النادي وعلي واحد من لعب النادي الكبار نشوف رأيه اللي العصر النادي الاهلي يعرف قيمة البطولات يعرف انه في فريق اليوم اكسب بطولة بكرة يتوصها وعنده بطولة اخر يعني حاجة تخليك يعني تطلع في الليفل تعدي الليفل تاني مع يعني النظام والسيستم نظام لا هنا كل حاجة مش بمبادئ وفيه نظام وفيه سيستم معين ينفعش تتعديه فكل حاجة مشاء الله يعني مزبوطة في النجرة وجود رئيس النادي معاكم خاصة في المباريات المهمة ايه ايه اهمية هالموضوع لا هو كابتن محمود الخطيب هو اسطورة من نفساتي الكرة المصرية يعني تاريخ كبير ورمز من رموز الكرة المصرية رئيس يعني خلافا عن الكرة هو رئيس عنده شخصية عنده الهيبات توقيت الصحيح مش يجي تكلم مع اللاعبين نعرفه لالفترة اللي كانت فيها كلام كثيرة على الرئيس النادي لكن هو دائما نرده يكون بالاسم على اللاعبين انه الرد يكون في الميدان وهذه احسن جواب تقدمه للعباد اللي تتكلم على كابتن محمود الخطيب هو من الشخصيات المحترمة انا فرحان ومبسوط اني تعاملت مع رئيس نادي كابتن محمود الخطيب اللي نهديله اللقبة دي بعد السنة اللي تعب فيها برشا لقينا برشا نقط لكن هو كان محترم وكان ملتزم وهذه هي شخصية النادي الاهلي اللي هو يمثل اهمية الكلام ده في السؤالين اللي يبدو فيهم بساطة لكن مهمين جدا لعمق النتائج التي تتوصل إليها لما تحصل على الإجابة كابتن علي معلول يراه أسطورة طبعا من أسطير الكرة شأنه شأن للناس كتير جدا ولكنه قال ولكنه يتجاوز هذا الأمر كقائد يعني أشار بوضوح إلى قيمته القيادية أي وإن يعني دي أحد أسباب يعني الحميمية اللي بينه وبين اللعيبة سماته القيادية والكلام اللي بيقوله لهم عشان يقولهم ما تردوش على حد إلا في الملعب فطبعا لما بيشير النادي الآله لأنه منظم وقيادة بهذا الملعنى كل دي معاني جميلة جدا وفيها صدق بدليل علي ما أعلون موجود لحد النهار دا ويتمنى أن يستمر إلى الاعتزال دا كان كلام مهم كل سنة وانت طيب يا كابتن بيبو كل سنة وانت في موفور الصحة والسعادة كابتن خطيب طلع من دبي على باريس يستكمل رحلته العلاجية ويشوف توصيات وتعليمات الطبية والبرنامج العلاجي له ويرجع بعدها إن شاء الله في أحسن حال هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضرتكم من جديد ما تخافش على الأهلي أبدا طول ما الأهلي وراه هذا الجمهور الكبير الكبير بجد الكبير في سلوكه الكبير في انتماءه الكبير في إخلاصه الكبير في وعيه الكبير في إدراكه المسئولياته الكبير في وحدته ولحمته على فكرة وحدة جماهير الأهلي وردها على أي محاولات لهذا الصرح العملاق الكبير اللي يجب يجب أن يفخر به كل مصر وكل عربي شفنا الفخر لدى الأشقاء العرب وزهوهم بقيمة الأهلي أحد الأصدقاء الأهلوية الأستاذ علاء علي مدير أحد الفنادق هو عبر بشعره المرهف عن الجمهوره الأهلي وما يتعرض له الأهلي فبعث لقصيدة صغيرة بعنوان لن نسمح أبدا جميلة فبقول لن نسمح أبدا لن نسمح بوقيع وفتنة أن تنجح فهناك من يزعم صدقا والصدق مريض يترنح يأتين مساء ينقدني وأمام الآخر يتنحنح يختلق الخطأ ولا خطأ ويصر عليه ويتبجح وأمام الآخر كالقط يتقرب منه ويتمسح وسطي الرأي وفي يده منتصف عصاه تتأرجح فهمنا ووعينا الدرس فابعد عن بيتي لن تنجح فابعد عن بيتي لن ترمح قسم بالله لو اجتمعوا على هدم بنائي لن يفلح فأساس البيت هنا ثابت هيهات جداري يتزحزح جميل جدا وبيوصف فعلا علاقة الجمهور بالأهل وأنا أشكر كل هؤلاء الذين سعوا إلى تخريب العلاقة مع النادي الأهل إلى درجة السفور بقوا مكشفين قوي عندما رأاهم الجمهور على حقيقتهم كشفهم وكسفهم لا استطاع النادي الأهلي أن يعني يستمتع باحتواء سخة الجماهير مرة أخرى من أكبر الفترات التي تلحم فيها الجمهور في صيحة واحدة اللهم إلى بعض النشاز يعني أفراد يعني الجمهور دي لقى كلنا مع النادي الأهل ولن نسمح لأحد دي بتلخص بقى الكلام ده كله فنشكر أولئك الذين تجرأوا على الأهلي يعني ذكرتم الجمهور أن الأهلي مالوشي وجمهوره وأن طريق الانتصارات طريق البطولات طريق الصدارة طريق القيادة لابد أن يأتي من خلال هذه اللحمة بين الأهلي وجماهيره والخير ما شاهد به الآخرون والواحد من الآخرين اللي لما بيتكلموا على الأهلي الأول كان بيتكلم علشان يغيظ الزمالك أو هو مدائل للزمالك لكن المرة دي عمر أديب أشار لتفوق الأهلي كان في حد بيكلمني يعني بيقول لي أصله روح النادي الارتوني لا دي مش روح النادي الأهلي إنما دي لياقة النادي الأهلي ودي خطة النادي الأهلي وده جمهور النادي الأهلي الأهلي النهاردة كان في لياقة كان في نفس كان في إصرار كان في عزيمة كان في انتحارية اللعيبة بتلعب بشكل انتحاري ويمكن الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش التعبير ده عن الزمالك كان في تعبير اسمه العتولة اللي هم العتولة الزمالك هم متخيلين انه الفانيلا الزرع دي بتجيب لنا البطولات احنا لابسين الفانيلا الزرع فاحنا نزلين نكسب بروح الفانيلا الزرع اه بقيت ليلة زرع وليلة كحلي كمان على دماغنا كلنا الاهلي النهاردة كان بيلعب على كل رجل وعلى كل كرة انتحاري احنا كان النهاردة شايفين فريق كاماكازي كاماكازي يعني بيخش على كل كرة بيخش على كل لعبة بيلعب على الزمالك في كل مكان بيشترك في كل كرة انما الزمالك كان بيلعب بشريكة والسكينة اللي تعب النهاردة هو الاهلي الاهلي الغاية اخر لحظة الغاية تم نزل افشا وشريف بيلعبوا عشر على عشر اللعيبة كلها صح اللعيبة كلها بتلعب في مراكزها صح على فكرة عادة انا دايما اقول ان حظ الاهلي نار لا 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 الاهلي النهاردة كان نار مش حظه اللي نار الاهلي النهاردة اللي كان نار مش حظه اللي نار والاهلي الغاية اخر لحظة الغاية تم كريم جاب الجون التاني بيلعب وبيكافح وعايز يعمل حاجة وعلى فكرة لا حكم ولا جمهور ولا ارض ولا حسد ولا اعمال ولا فانيلا ولا اي حاجة الاهلي كان احسن الاهلي كسر ضربة البداية والاهلي كسر نحسه النهاردة اعرف بها لما الاهلي بيكسر نحسه بعد كده بيجرى ايه بيجرى ايه كما كن يا كما كازي لان اللي بيقوله لستاذ عمر بيحكس بالزبط اللي اقصده ايضا من الانترو اللي عملته القاعدة ان يكون الفوز والكلام على الاهلي كده القاعدة ان يتحدث عمر اديب عن الاهلي دائما ولكن الاستثناء ان تأخذه النشوة عنده الاستثناء فيتحدث ويهم نفسه بغير هذا لعلك ان تكون قد وجهت هذا الحديد اليك بس اليه او الى المدام الاستاذ الاميس الحديدي الاهلي الاهلي بعطفة شديدة جدا تأكد فوز الاهلي وهن النادي الاهلي وهن النادي الاهلي بسعادة بلغة على الفوز مبارح ببطولة السوبر بعد فوزه على زمالك 2-0 مباراة مثيرة جدا واتحدباً وكلمكوا بقى عن روح الفانيلا الحامرة روح الفانيلا الحامرة اللي عمرها مختفت دايما يقولوا ايه ايه روح الفانيلا الحامرة دي روح الفانيلا الحامرة دي اللي ظهرت مبارح انك تاكل الارض اكل عشان تكسب وعشان عارف ان贝 او المحتاجك انك تكسب فتاكل الارض اكل هو لا تيأس حتى دقيقة الس здоровave دايماً يقولوا إيه مش الأهلي بتاعت ديها تسعين والأهلي ده حظ ده مش حظ ده مجهود ده تعب ده مبدأ إنك مهما سقط ومهما تعثرت عارف إنك هترجع وتقف وتكمل وتكسب هيا دي روح الفانيلا الحمر جماعة روح الفانيلا الحمر تقولوا إيه مبروك للأهلي يعني هو قالت الكلام بس بطريقة تانية بطريقة بقى المشاعر الصادقة اللي بتحب الأهلي هي دايماً بإذن الله تسعدي وتروحي بقى تشوفي بقى إيه هتعملي معا إيه طيب الحياة يمكن بمناسبة عياد الميلاد في أكتوبر الصديق محمد أبو النصر أحد أعضاء السفارة المصرية في تونس اللي كان احتفوا بالأهلي في مباراة الاتحاد المنستيري بقيت لرسالة قال لي أنا كان يوم عيد ميلادي يوم تقفز الأهلي بالصوبر وده كان أسعد تهناء قدمها للأهلي كل سنة وكل أعياد كل أصحاب أعياد الميلاد في هذه الأفراح في أحسن صحة وحال لكن على ذكر بقى تفاعل الجنس الناعم مع الانتصارات والكورة الفنانة الكبيرة شهيرة بالزميل مهيب عبدالهادي مهيب معها رضا عبدالعال فواضح أن الكلام مش عاجبها هي عايزة تسمع كلمتين حلوين عن الأهلي هي فرحانة جدا وسعيدة جدا بانتصارات الأهلي ومش قادرة تسمع كلمة حلوة فاتصلت بيهم نسمعها ألف ألف مبروك والحمد لله أن الفوز دا لأن الفوز دا هيخلينا نفتح بقى ونرجع كما كنا ونرجع للبطولات ولا إيه يا كابتن رضا أيها النهاردة المفتاح يا فدان النهاردة بداية كابتن رضا مهيب بقى قعد من الصبح عمال يترجاك تقول حاجة تقول حاجة ما أنا قلت والله يا فدان والله بطلع بينه الكلمة بالعافية ما عدرتك علوية وخلي بالك إن ده لازم ألكاوي برضو يعني الواحد برضو زعلان يعني لأن أنا قلت الكلام دا وحذرت وقلت إن الراجل دا هتتصدم فيه قريب الراجل دا والله العظيم يعني فكر فكر قديم وهو الكلام بيتحقق ماشي يا كابتن إحنا ما قلناش حاجة أنت أقول على فرق زي ما أنت عايز بس برضو تبدي للأهلي النهاردة يعني حقق آه أنت قلت إن هو يعني مانسو ما قلتش إن هو كان الأحسن لا أهو ما كانش الأحسن لا الأهلي ولا الزمال وكانوا في أحسن حالاتهم هو بس إنه بالأهلي عندي اجتناع بحاجة وحضرتك بس إيه هنتكلم مع بعض وكابتن رضا معنا إن هي المطشاط بتاعة البطولات أنا ما حبش أحللها فني لأن دي بطولة خلاص فرقة أحراجهم بطولة شكرا مبروك نحتفل بيها وبكرة نتكلم في الفنيات كنت يبتني بكرة اللي 12 اللي 12 يا كابتن اللي 12 وده الفوز رقم 100 للأهلي عز مالك يا كابتن يعني النهار ده يوم تاريخ يا فنانة يا فنانة ألف مليون مبروك والله إحنا ألف مليون مبروك عشان خاطر حضرتك الأهلي يستاهل البطولة بدون أي نفاق ولا ريال ليه لأنه كان الأعلى الأعلى تكتكيا الأعلى تنظيميا فبقول مبروك لحضرتك والجميري النادي الآلي وكل أعضاؤه وإن شاء الله أنا قلت دي بداية النجاح وده بداية البطولات للنادي الآلي إن شاء الله الحقيقة عفتنا الفنانة شهيرة اللي وحشت جمهورها عن الحديث قالت يعني أنت اللي بتتحورها والحضرتك يعني كانت حقيقة هو حيمشي في المضمون ده إحنا كسبنا وبجدارة إفرح للأهلي متى مش وقت تقليل من امتصاراته لكن هي كده ما حيعمل إيه يعني يعني هو وغيره يعني اللي راهنه على خسارة الأهلي خلاص ده في حد يا راجل أقول لك إيه بس اللي يقول حبطل لعب اللي يقول لك هحلق شعري واللي يقول لك مش عارف هعمل إيه ومحانش بيعمل حاجل هعتزل واللي يحلب بالطلاق واللي ما فيش حاجة الوسح الوسح لا يعني هتفكروا بالكلام ده يقول لك إيه راجل أنت بتاخدنا على بتصدقنا كلام تأخده بجد كلام لا حول الله نطلع لفاصل وفعض الفاصل شهادات تانية مهمة عن الأهلي والصوبة أهلا بحضراتكم من جديد لا تخافش على الأهلي طول ما الأهلي سفير متميز لبلاده ولوطنه ولمجتمعه في الخارج أعتقد اللي حصل من ردود أفعال في الإمارات تدعو للفخر بقيمة الأهلي وربما كان من حسن الطالع أن تأتي هذه المباراة والأهلي متفوقا بهذا الشكل وجمهور الأهلي حوله بهذا الالتفافة مواكبة لاحتفالات مصر والإمارات بخمسين عاما على العلاقات بين البلدين الشقيقين ليتووجها الأهلي بهذا الانتصار الكبير والمفرح وكانت الاحتفائية المبهجة من قناة أبو ظبي الرياضية اللي الحياة حازت على أفئدة الجماهير الأهلوية في كل عموم البلاد والوطن العربي كله وكانت شهادة من هذه التغطية وهذه الرسالة الكبيرة من أبو ظبي الرياضية لواقع إعلامنا الرياضي المخجل جدا يعقوب السعدي معاه الحاوي في أول ظهور له بالبدلة والكرافط وليد سليمان مع يعقوب السعدي في استوديو عبو ظبي نشوفه وليد مع زيارتك للفريق أمس حسيت أن الفريق راجع وحسيته إزاي من خلال إيه؟ التركيز والقفلة بتاعت الراجل للأمانة يعني كان حاجة جديدة بالنسبة للفرقة زي ما قلت لحضرتك في الاستوديو أن الحاجة دي كانت غايبة عن نادي الأهلي تقريبا كانت من أيام مستر مانو الجزيه لكن ده كان كان باين يعني التركيز والقفلة والراجل مركز مع اللعيبة وفيه لعيبة بتعامل معها نفسيا ويمكن أفشا يقول الموضوع ده الراجل بتعامل أدار الماتش كويس جدا وكان محضر كويس جدا جدا للماتش وبدأنا الماتش كويس جدا ونهينا الماتش كويس جدا حاجة تحسب للراجل إنه هو كان محضر للماتش حاجة كويسة يعني وليد إيه أهم حاجة عجبك في الماتش النعرضة الروح والالتزام والشكل يعني الشكل كان بصراحة باين جدا الالتزام والخطوط وتنفيذ الأكيد اللي اتقلب منهم من المسيط بسطيتني جدا زايد الروح الروح كانت عالية جدا وفيه رغبة يعني من 3-4 ماتشوات عدوا كده حسيت يعني الحتة الرغبة دي بعيدة شوي لكن ماتش النهاردة فيه رغبة فيه إثبات للذات فيه رغبة بيقولوا للجمهور لا إحنا السنة اللي فاتت أكيد البطولة دي من بطولات السنة اللي فاتت ما نطلعش موسم من غير بطولة كل ده كان إثبات للجمهور إن اللعبة عندها رغبة وعايزة تثبت للجمهور إنها ما بتأثرش في حاجة هي طبعا عدم توفيق الفترة اللي فاتت لكن هم أثبتوا أن النهاردة عند حسن ظن المسؤولين وعند حسن ظن الجمهور وهم يستهلوا بصراحة يعني اللعبة رجالة طيب وليد سليمان حاسس باللعبة الرجالة وحاسس به دور مستر مارسل كولر وقيادته للفريق في نفس الستوديو الزميل خالد ديومي شايف مارسل كولر إزاي لأنه فيه كلام مهم عند المهان سعاد لعليه مارسل كولر واحد من الجمهور مباراة ليه لأنه حضر فريته صح بس عشان تخش لجمهير قلوب الأهلي أو الزمالك أسرح حاجة هالمطش تعمل بضع القمة اثنين نهاردة دخلوا قلوب الأهلي الجمهور الأهلوية سافيو سافيو ومارسل كولر سافيو أحرز هدف غير مرية من مباراة وغير كمان أن تخش رؤية لبس وانت كاسبانوحة الصفر دي نواحة نفسية عالية جدا 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 لعبد الناد الأهلي في مباراة القمة وخصوصا أن الجيم أو الكلام كله كان أن الزمالك أفوأ مننا دي الآن أنا من وجهة نظر هذا الراجل مارسل كولر أولا في التعامل الفني أثناء المباراة في تحضيره اللعيبة في الشكل البدني في تغييراته اللي عملها بتغيير بعض المراكز أنا قلت لك كان 4-4-2 ولكن 4-2-3-1 بس كان مترحل أفشة لقدام في بعض الوقت ولكن 4-2-3-1 اللي مصرع لها تغيير سافيو سافيو وتغيير أحمد عبدالقادر نزول خروج طاهر محمد طاهر بعد كده وكريم وكريم فؤاد نزل عمل تغييرات نشط بها ولكن هو الأهلي طبعا انتشاروا كان أفضل مشهور الأولان تصميمه كمان على لعبة نص الملعة في تبادل في تبادل مراكز بينهم الاثنين إذا كان حمدي أو السلوية محمد كان أخذ دور الستة الارتكاز النهاردة أكثر مراعا ما حسناش بغياب ديانج الالتزام الكبير من علي معلول ومن أكرم توفيه أوقات اللي مقدام وأوقات اللي اتنين تلقوا من تحت دفاعية يالبين الدفاع عبد المنعم ومحمود من تولي محمود من تولي جاء من إصابة بقاله 3 سنين لم يصل لهذا المستوى غير مع مرسل كلها في 5 مراكز لأنه اديه له ويثبته أبقى تلقوا عملية التحضير من تحت لأنه تلقى لي دنوطة من نخاط الأجابين مع فكرة تنويع اللعب وكمان توزيع الجهد طوال 90 دقيقة وإنت لسه في بداية سيزون أنا شايف أن دي هو نجم المبارا مرسيل كلها ولكن في النهاية لعيبة الأهلي كل ما الوقت اتأخر في عدم أحرز أهداف للزمال كل ما كيس موسيقى وكل ما دخلوا في الجيم أكتر وكل ما بقوا متوحشين أكتر في الملعب والدليل تفخر في الدهات سيزين أنا جاب جون جاب جون من جملة جملة اكتكاب فنية تحسب ليه مرسيل كلر ليه لأنه التغييرات اللي عملة كان لها دور كبير جدا في التأثير على المباراة علشان كده لما نيجي ندي مرسيل كان لحقا ندي لحق طيب دي قناة أبو ظابي ودي وجهات نظر المحللين فيها وجهة نظرك في كلر واللي انت شفته شوف ناس كتير عملة تقارب بين كولر وجسي وعاديين نقول يا جماعة بطالوا مقارنة بجسي شوية لأن الجسي قاعد مدة عمل فيها كل حاجة كنتائج إنما أنا عايز هو يذكرني بحد مهم جدا 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 واحد من أهم من دخلوا في مجال التدريب على مستوى مصر وغير الكرة المصرية فيسا نفس الهدوء نفس الثقة نفس الابتسامة فيسا كانوا سامينه البرينس أنا بقى أقول له الضوق مارسيل كورر كولر إيه الأناقة دي إيه الشخصية اللي هي يعني متأكدة من نفسها الرجل في كل شيء حاسس خطه جاي هيعمل إيه فكولر يعني زي ما قلت لك هذا الصمت الذي يعمل به بهذا الحسم الذي يلجأ إليه في تنفيذ كل مسؤولياته لا بتحطه في حتة إنه هيبقى حاجة بإذن الله موفقة ورب يعني يكمل على كده وربنا وفقه عشان ما مش عايزين بقى نوعد نتكلم بالحتة مع كل نتيجة يبقى لنا وجهة نظر مختلفة لكن أنا ونحن يعني إذا كان الكابتن خالد بيومي قال عليه نجم اللقاء أو أحد أهم من نجوم اللقاء أنا عادي أتوقف أمام خمسة تحديدا في هذا اللقاء الفريق كله كان هاي يعني أحسن مرة أشوف شريف لما نزل كان شعلت نشاط وكان يتحرك تحرقات رائعة وكاد أن يحرز أكتر من هدف لو موافق حتى كابتن أفشل اللي لسه ما وصلش للبدن أعلى حاجة لكن برضو الرؤية بتاعته والتهدئة وتحكمه في إقاع المبارك كان واضح من أحسن الأداء الراجل ده طاهر محمد طاهر الذي أتى من بعيد من بعيد يعني يعني جمهور ضغط عليه جدا السنة اللي فاتت وسحب منه الثقة كثيرا يعني وكان يكتهد وابد الجهد ولكن عندما يراه مستر كولر أنه عنصر مهم وعنصر من أسباب نجاح التاكتج بتاعه ثم يتطفق الجمهور مع رؤية كولر يبقى ده النجاح النجاح اللي يخليه يبدع يعني رهيب أنت يعني الأولاني وقفت عند لا حمدي مش هتوقف أمامه لأنه الداني اللي أنا متوقعه منه هنا ما أنا هتوقف عن ثلاثة بقى مع الاتنين اللي توم دول محمود بتولي فك ده ثالث موسم له يعني في نفس الظروف الصعبة بتاعت محمد محمود اللي أتمنى برضه أنه يرجع بهذه العودة القوية لمحمود متولي عندما تصنح لونفورس واتمنى أن يأخذ من النموذج ده دافع وثقة أنه أنا كمان أقدر يعني يكسب من الوقت اللي هو بعيد فيه عن ملعب أنه يرجع بأحسن شكل محمود متولي هو القطعة المفقودة في 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 التاكتك اللي محتاجه النادي القي وكولر تحديدا الهدوء الحسم بناء الهجمة وعدم التصرع مفيش تشتيت وهذه السنائية مع واحد تاني لازم أحييه جدا لأنه مع صغر سنه بيكتسب خبرات بسرعة عبد المناء محمد عمين بنقول له ألف سلام عليك النهاردة وده سبب تاني وده سبب تاني ده سبب تاني أنه هو الرجل ده متعور ويتحامل ويلعب بدون واقع وكلنا مشفقين يعني ده لعب شجاعة لعب هدوء لعب ثقة إدى الأداء المتناغم على نفس الإيقاع بتاع الكابتن محمود متولف اللي اتنين عملوا لنا أداء راقي وآنيق زي الأخوة المغربة بيقولوا للمركزة وشفنا بناء الهجمة إزا كان يبدأ من عندهم وفي نفس الوقت كانوا حاسمين في الأوقات اللي عايزة حاسم في القاطع كده الراجل اللي العائد من الصليبي يقول لنا مشفقين عليه لأنه قلب الأسد أكرم والرجل ييجي ويلعب وبسرعة ويخش ويدي لك هذا الأداء القوي لسه أكرم عنده أفضل من كده بكتير لكن بالنسبة للمطاقع منه والعودة لا ما يعملاش إلا واحد عنده هذا القلب الأسد فعلا لسه بقى محتاجين شيء بسيط جدا شوات ميسبوس كده يعني يقدر يعني يتحكم فيهم عنده كورة هو أكرم ثم كريم فؤاد الذي يأتي عند حوط نظام مدرب الذي يتوسم فيه قدرات احنا ما شفناش ومجهزين بقى للنق لما لعبه قدام فيعمل جون الفوز ثم يحرس جون التأكيد في ماتش مهم زي ده بتحرك الاندفاع اللي دخلت بيها الكورة بتدلك على الاصرار اللي كان عنده يكون موجود في الحتة دي وبهذا الاندفاع في الممتعة دي مؤثر يبي يصنع يبي يسجل خماسي لكن لما تقول الشناو أقولك طبيعي راجع للمستاذ طبيعي تقول لحمدي فتحي طبيعي تقول لعلي معلول أحسن ماتشاطه أقولك المفروض ومنتظرين منه كمان أكتر السلية يتقدم لا ده السلية السلية بقى عايش تفهم السلية وقيمته لما نزل شيكابال كامت شيكابال تنبأ بكل تحركات وقطع كل الكور اللي هو كان يعني حيال جائليه عشان نشكل خطورة هذه العودة السريعة الحاسمة لا لازم يتقال له برافو لأن انت مش مكتمل اللي يقع لكن مكتمل الرغبة مكتمل الاتزام التكتيكي ولما يتقال لك خلي بقى لك هو اللي عبيته بيعمل كذا 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 قدرت التعامل في توقيت رائع جدا أنا أنا شايف إن كولر فعلا استحق لشهادة لأنه عرف وظف كل الناس دي بالطريقة اللي هي يعني تكون صالح الفريق أتمنى بإذن الله طبعا في نازل دي أو التين وربع ساعة وخمس دقايق حدش أصر ما هي دي سبب الصورة الحلوة أوي إنه محدش أصر فعلا لا حتى ما ندرش القيم يعني أنا مش هعتبر فاخر والتاو وبتاعم مش عارف وقلت ده عايز يمشي وقلت لا التفاعل اللي كان فيه والبهجة اللي كان فيها والرأس اللي رأسه لا ده راجل ده المناخ ده راجل يعني حتشوف منه إنه حب الاستمرار ده مناخ السوبر اللي حقق هذا الفوز الكبير هنطلع لفاصل وبعد الفاصل شهادة اتنين مهمية ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي انتصاره بيعترف به منافسية منافسه الاهلي في مباراة السوبر كان نادي الزمالك الشقيق كابتن فاروق عفر والكابتن حازم إمام اتنين من أشهر وأمهر النجوم الكرب في نادي الزمالك هنشوف رأيهم في فوز الاهلي ومدى استحقاقه عشان نقفل بها ملف السوبر نشوف الكابتن فاروق أولا مبروك النادي الاهلي ومبروك جمعلي النادي الاهلي وقدارته وشعبيته يمكن النهاردة كان في حد معنقة النادي الأهلي بتكلم على التحضير للمباراة هل التحضير كان فني وہا كتكيك ولا لا التحضير النهاردة للنادي الاهلي كان معناوي ونفسي اني خلال لعبة ترجع للحالة ويمكن كل لعبة تكلمت انه ازاي يرجعوا للحالة نفسية والمعنوية بتاعتهم ويستعدوا للمباراة وهم اخذوا راحعة وازاي علاية أدارة النادي الآلي بدأت تشتغل معهم على حتة الحص أن إنت تبقى مقاتل في الملعب وتبقى عندك طموح أن إنت تلعب المنافس بشكل بقوة استقرار ذهني ومعنوي الكرة تعرفة لم يركز؟ لعيز أستمر هذا مشروع مشروع أنت تتكاتل فيه ال�ε بنذاك طول ما تلعب كمدريب أو معنى وطول ما تلعب كلاعيب وطول ما حكettyت في الإدارة فالإدارة دي، 뉴스 شغالين في المشروع هو المكسف البطولات وانت يشغل عليك احنا تكلمنا ان النادي الاهلي مركز بشكل جميل جدا في نحية الدفاعية ودي افضل فترة للنادي الاهلي في نحية الدفاعية شفناها اللي بيدافع بشكل كويس عنده نحية تنظيمية عنده نص ملعب كويس انت النهاردة لو جيت تختار افضل لاعب مش هتعرف تختار افضل لاعب من اللعبة اللي موجودة كابتن فروبي تكلم على اهمية التحضير اللي كان حصل للمباراة وانه التحضير الزهني والمعناوي اللي لعبت الاهلي كان اهم كمان من التحضير التكتيكي اللي كان عالي في المباراة ده رأي كابتن فاروق عفر رأي كابتن حازم امام هور اخر ايه واضح ان النادي الاهلي كان مفتقد اكرم توفيق يبقى اكرم توفيق هي كلمة السر اكيد خلقات مكان الباكرايد في مصر كلها في مشكلة كبيرة جدا جدا يعني المنتخب مصر يلعب في لعيمة ما لعبتش باكرايد بيعملوها هتلعب باكرايد فاكرم باكرايد لكن افضل من يجيد هذا المكان يعني يجيد بشكل كبير جدا لعيب كويس لعيب مقاتل بير في الجوها بشكل كويس جدا يعني انا شايف عودته اكيد عودة قوية للدفاع النادي الاهلي لانا وتاك انا ما شوف ان هو وطبع امان فكرة عبد المنعم ما عم تولى سيف فكرة جيدة جدا 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 عامين شغل كويس واحد وسائع قوي عب منعم والاثنين بلعبوا كرة من تحت الكويس والاثنين في كرة العالية كويسين مع اكرم ناحية اليمين قوة بدنية كبيرة جدا حتى دي مقفولة بشكل كويس دفاعيا الاهلي احسن بكتير من السنة اللي فاتوا لقابليها بالغاية اللي احنا شايفينه مع كولر فيه تنظيم دفاعي جيد جدا فيه مقلب الهجمة فانا بشوف ان الاهلي مع كولر بيتحسن تحسن في وقته الليلة بتحسن تحسن كبير خلاص يعني ايش هادة متوقعة يعني مهم برضو يعني كان يجوم تحليل يهمهم رأيهم ومصدقيته واحنا بنقف الملف السوبر كان ممكن لو في وقت كنا هنعرض اراء الخبراء التحكيم كابتن الشناوي وكابتن سامير عثمان الاتنين اجمعوا على انه للاهل ضربة جزاء ومستحقة الحمد فاته ضربتين يا براه كابتن جهات جريشا انا بكلمك لذول اللي قالوا على ضربة جزاء كابتن جهات جريشا اكد صحة ضربة جزاء كانت مستحقة لعلي معلول ففيه ضربتين جزاء بتاعت عورات باتفاقه لانه رافع رجل ورافص باتفاقه بص بسرعة كده محدش يقول لي اصلا مسكوا الكورة ما انت ممكن تبقى مسكوا الكورة وقق فيه واحد جانبك تروح رافصه ضربة جزاء طيب مع غلق الملف السوبر الاهلي والداخلية الساعة خمسة يوم الارضة هو ده بقى اقفل بقى الملف احنا يعني حلقة كان ينبغي نتسير بهذا الاتجاه ولكن المطش اللي جاء جماعة كلنا مدركين وهو قال كده كولر هل خلاص بقى انسوا فرحنا سيبتوكوا يوم تفراح ارجعوا بقى على ارض الواقع وهو كولر منتظر من المتحدي اخر انه عنده تلات نواقص مهمين يعني ديانجي مستمر غيابه محمد عبد منعم عمل عملية النهاردة نتمنى يعني عودته سريعة وطاهر مقوف وطاهر مقوف والتلاتة مهمين ومؤسرين برضو عندنا شغف نشوف هيحل الكعبالة دي ازاي عنده عنده الادوات اه عنده الادوات ديانجي خلاص هو عنده حمدي فتحه والسولية اه هو يعني طبعه يجوز وظف حمدي بطريقة تانية نظر الغيابة يعني عايز اقولك عايز اشوف الشغف بقى دلوقتي واحد بلعبك شطرنج انت مستني تشوف النقلة الجاية ايه ده تأهيل ديانجة هو هو ورمي ربيع فاحنا احنا بنتعامل مع كل ارداء الوقت انه قصت الشطرنج مستنين منه النقلة الجاية طيب الاهل والداخلية الساعة خمسة مع غلق هذا الملف وبعدها هيتوقف الدوري فترة الاعداد بقى في خلال فترة التوقف هتبقى فرصة لعلاج ديانجة يستكمل برنامج العلاجي وطاهر يرجع من الايقاف بعدها على طول وعبد المنعم النهاردة عمل عملية في عظمة الانف ان شاء الله ياسر ابراهيم جاهز وايمن اشرف جاهز ومغربي البداء المنجودة انما نحن نتحدث ان الايقاع والتناوب كان موجود بإذن الله يحصل اصلي انت معك لعيبة كبيرة كل دول لعيبة دوليين يا استاذ ابراهيم وحتى غياب طاهر المفروض بير ستاو وحسين الشحان محمدك عندك لو ماشا بسم الله ما شاء الله واسعة فالمهم بقى هي ان اللي ينزل يوريني انه ايه اللي تغير فيه ده كان كلام مهم جدا للعيبة وللجمهور لانه التتويق بالصوفر كان تتشين لمرحلة جديدة مرحلة يستعيد فيها الاهل قوة وعفيته وشراسته وكبرياءه ان شاء الله دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا صوفر شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله تسبوع على خير اشتركوا في القناة